بسم الله. اولا احنا زي ما اتفانى قبل كده ان شاء الله النهارده بتبقى حاسة في كاملة. راجعوا معي طبعا عايزة المايك بتاعكم شغال. هنبدأ نعمل على رولز الاول احنا محتاجينها في اي مسألة بتقبلنا. نجمع رولز كده يا جماعة كده في كده سغير. لو اتكلمنا على دايما بيكون عندي رولز للكورنط انتانستي. رول نمبر وان كم بيكون كيو عور تي رول نمبر تو في اوور ار نمبر ثري بي اوور في وولي يا جماعة فقم سرعة كده الكيو سنسفر وات. شارج خلاص ودي مجر باي باي كولم طبع هنالتايم مجر باي سكن في ليلة الpotential difference أو بنساميها الولتج ودي مجر باي فولت آر هي إيه الريزيستنس ودي مجر باي اوم اما بي ستانس فور باور مجر باي وات وفي طبعا بردو potential difference مجر باي فولت. دي سوين نمبر وان كرن طبعا ده مجر باي امبير يبقى الكرنط انتانستي اللو سألني بردو الديفناشن بتاعه هو الاماونت افت شارجز باسنك رو cross section in one second. طبعا عندي مجر باي اميتر والاميتر بيكون ان سيريس في السيكت بالشكل ده بيكون عندي هنا اماونت افت شارجز باسنك رو ديس اميتر فبيعمل كاونت اللي شارجز باسنك رو ات every second. دي بوين نمبر وان. نمبر تو عندنا الانر جي الانر جي قد ايقل زي باور انتو تايم ويه كمان عندي الpotential difference كان هو الwork done to transfer charge between two points. يعني لو انا عندي رزيستر بالشكل ده وعندي اموت بتعدي من الpoint دي لالpoint دي. فالwork done to move this charge from point to another point. اتفعنا ان اسمها potential difference ولي كانت تميجر باي فولت. طبعا هنا دابلو اتتدى وورك او الانر جي. يعني الانر جي هنا ايقلز في انتو كيو. دي رول ده ممكن يجيلك عليه بروبلم. انرجي بار انتو تايم او في انتو كيو. عندي حاجة تانية طبعا اللي هي اسمها الالكترو موتف فورس. هي نفس الديفنيشن برضو بس باختلاف بسيط. طبعا الاكترو موتف فورس ما بيكون عندي سل بشكل ده. هنا عندي سركت فيها amount of resistors. The work done to transfer the charge from this point to move around the circuit and returning back. دي بنسميه ايمف برضو هو total work done to transfer the charge through all the circuit. يعني الفرق بين الpotential difference واليمف ده work done to transfer the charge between two points. اما اليمف can work done to transfer the charge through all the circuit. هاسألنا سؤال سوغير محمد يجاوبنا لي. لو تاكي محمد جبتلك هنا فولت ميتر الفولت ميتر ده اليونت بتاو الماجر بتاعه 20 فولت. وعندك هنا three resistors هنا جانب بعض. دي حواليه فولت ميتر بيارة two فولت. والتانية حواليه فولت ميتر بيارة twelve فولت. يا ترى التالتة الفولت ميتر هي ارى كم يا محمد? six. كم? six فولت. شمعنا. عشان. uh. so at the end it's got it has to equal twenty. طيب تمام two plus twelve equals fourteen. and then the the remaining is six. ايوة يبقى هنا two plus twelve fourteen plus six it will be twenty جميل جدن برافو عليك يبقى هنا six فولت اي هلو اوي 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 يبقى عندي هنا الفولت ميتر او total voltage اللي عندنا هو twenty volt اما هنا الفولتج بيكون بتاع ده بلاس ده بيكون twenty volt. حلوة اوي اوي. طيب. السؤال التاني. لو انا عندي هنا رزيستر. هنا رزيستر اكبر منها. هنا رزيستر اكبر منها. قل لي يا عمر. لو انا عندي كارند معادي هنا الكارند ده كان ten امبار. قل لي الكارند هنا يكون كام وهنا كام وهنا كام. هنا دي two ohm ودي four ohm ودي six ohm. Di me. الأ2 اولاني اللي هنا بيرا 10 امبار. هنا كام وهنا كام وهنا كام هم تعرف? ناخد عنوان بيقول يا عمر ان I is constant in serious connection. تاني يعني معنى كده في الاولان كان كام يا عمر كان تان. يبقى في نكست تان. اللي بعده تان امبير اللي بعده تان امبير ليه التايتل بيقول يا جماعة current is constant a in serious ايا كان اللي بيواجهه مدام ال current كان في اي point في السلك بتان يبقى في كل السلكتين سواء قبل الريزيستر او بعد الريزيستر. معشي كده الفكرة دي. طيب اما هنا بقى الموضوع مختلف شوية. وليلي يا مالك. لو ال current هنا كان 10 امبير. وحطي لي اميتر هنا. واميتر هنا واميتر هنا. قال لي ال current هنا في الوائر ده كان 3 امبير. عايز ال current في اميتر 2 واميتر 3. هيا يا مالك. ممكن يكون 3. طيب هنا تو يكون 3 طيب و 3 هيكون كم? او تن. تن. نخلينا في ده ده هيكون صح. ليه بقى? لان هنا ال current حصل له هنا distribution شوية هنا وشوية هنا بعد كده total current هرجع تاني تن امبير. يعني بص يا مالك. ايوة كويس انا افتكرت ايش معنى? مال تن امبير دي كانها مجموعة من اللي بتتحرك مسلا مع بعض. دخل شوية فوق في الوائر الاولاني يبقى اكيد الباقي ايه هيخش في واير نومبر 2. يبقى معنى كده. لو هنا 3 امبير في ال upper wire يبقى اللي تحت يكون كم? 7 امبير. نرجع تاني هنا اللي داخم هنا كام 3 صح? واللي داخم هنا كام 7 امبير. يبقى معنى كده اللي اتنين بتجمعوه مع بعض في ال point D. نرجع تاني كم? تن امبير. يبقى ليك معا يا مالك كم? ليه سؤالك? عملنا distribution تاني بالشكل ده. وهنا حاطينا اميتر تالت. يا ترى الاميتر ده بيره كم يا مالك? تان. برضو تان امبير ما في ال main wire. طب قال لي دخل هنا 5 امبير وهنا 2 امبير. يبقى هنا كام? اه برضو 3. برضو 3 امبير. ايش معنى? لان التوتال تشورجز او التوتال كارنت اللي عندنا عند ال point D. اللي هو enter this point بيسوي total charges leave the same point. يعني عدد اللي داخل بيسوي عدد اللي خارج. دخل تاني يبقى مجموع التلاث دول لازم يفضل معنا تاني. وال main wire نرجع تاني نرجع تاني مرة تانية. صح يا جماعة? السؤال بقى لو سألتو للأستاذة لجينا. وليل هي لجينا? هو ال ال هنا سميها مسلا ار ون وال هنا اسمها ار تو. هل يطر بقى الاتنين دول? قد بعض ولا مختلفين? ولو مختلفين مين اكبر من التانية? نبدأ الاول هل هم قد بعض يا لو جينا? لا. لا. تمام مزبوط كده. بما ان اللي ماشي فيهم مختلف هم يكونوا مختلفين. طبع هنا في السيريس كونكشن ايا كان بقى وضعهم كبيرة صغيرة. لكن في البراليل الكارنت بتوزع. هنا عندي داخلنا ثري امبير وهنا سيفن امبير. نخلينا بالمنطق الاول. الكارنت ده نفترنه عربيات بتتحرك. تدخل الطريق اللي مليان مطبات كتير ولا الطريق الاسهل? جميل. يعني معنى كده انا عندي هنا ثري امبير يعني طريق صعب جدا ودخل فيه عدد عدد ايه? قليل من ايه? طب الطريق التاني دخل فيه? سيفن امبير يعني يكون ايه? اسهل. يعني يكون اقل الريزيستر. معنى كده ان ايه? ان ار وان مالها? غريتر ذان ايه? ار تو. جميل. ليه ار وان اكبر? لان دخل فيها كرنت اقل. طب لو قلت لك ان ار وان دي مسلا بتو اوم. تعرفت قليلي ار توب كم? اوم ستس. طب هي ادى تلات مرة دخلات. طب وان اعرف من ان تيجي نكتب عنوان تاني احنا مش كتبنا اي اس كونست ان سيريس كونكشن. يعني عنوان التاني والاهم منه يا دكتورة. ذي اس كونستنت ان بارالل. ياريت بس بنسجل المعلومات فورقة صغيرة سجل بس المعلومات صغيرة انا بقولها النهاردة. قلت لك هنا احس يعني خليك حافظ شوية كلمات معينة عني ان دي المحور الاساسي الالكتريستي. اي اس كونست ان سيريز يعني ده زي ده زي ده انا قلت العمر الاول. فهمتوا عمر كده الحتة دي? طيب بقول له جاينا الوقتي في اس كونستنت ان بارالل. طب الفولتج. الول بتاع ايه? نرجع كده للصفحة اللي ورا. في من هنا ايكوز زي جماعة. هنا الاي ايكوز زي اوبر ار. معنى كده ان ال في ايكوز اي انتو ار. تمام? يلا روح للصفحة بتاعتنا يلا يا دكتورة بقى معي. هنا الفي في الخط اللي فودة ايكوز اي انتو ار. صح? والفي في الخط اللي تحت بردو. في ايكوز اي بردو اي انتو ار. اي هنا بكام? بثري. وار هنا بكام? بي تو يبقى كام? يبقى سيكس فولت. صح? يبقى معنى كده بردو. اي هنا بسفن. ار بكام? معرفش? وبردو لازم التوتل يطلع كام? سيكس فولت. صح كده? دي كده ار two. there's an R2 هتبقى? هتبقى. سيكس. 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 يعني تقريبا حوالي. او بوينت ايت او بوينت نين حاجة زي كده ايه? في الرنج ده. مم. تمام كده اولاد? يبقى تاني كده الكونسبت اللي بنشتغل على اساسه. ان الفولتج فوق زي الفولتج تحت. يبقى ده الجملة التانية اللي لازم يكون حافظها كويس جدا 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 في الموضوع بتاعنا. تعرفت انا هنا هنا يبقى اجيب التالي اللي تحت نفس الفولتج فوق هو هو الفولتج تحت. اتفقنا كده شباب? ماشي المعلومتين دور? دول اللي يعتبر بتاعنا. السؤال التالت. في ناس بتتلخبط يا شباب ما بين استاذة جنة بقى. ما بين والفولتج. عايزين نفرق ما بين الاتنين كده مع بعض بسرعة. ده عبارة عن ايه والفولتج عبارة عن ايه? وامتى ده بيزيد وامتى ده بيقيل ومين بيأثر على مين? دي نقطة خلافية كبيرة برضو في موضوع الالكترستي. الكرنت هو ايه دكتور? هل نقدر نقول هو اللي بتتحرك جوة الواير بتاعنا? صح? جلنا معي ولا المايك مش شغال? طيب مش شغال. طيب. اه قول لي يا محمد. بنقول تاني. ان الشارجيز دي او الكرنت هو اللي بتحرك جوة الواير مزبوط كده ميدو? اه. طيب. الفولتج عبارة عن ايه? عبارة عن الورك. دون تو موف دي تشارجيز يعني الورك هو الانرجي اللي بتحرك اللي تشارجيز دي. ده الفرق بين الكرنت والفولتج. فمعنى كده. لو انا زودت الانرجي دي يا محمد. ايه اللي يحصل للكرنت? القرنت هيزيد. يعني معنى كده تاني. اصلا الناس مش عارفة مين بيزود مين. يعني الكرنت هي الكترونات او تشارجيز بتتحرك جوة الواير. الفولتج الانرجي اللي بتعمل لها بوشينج. زي بالزبط يا جمعنى عند هنا قطر. القطر ده عبارة عن ايه? عبارة عن اللي هي الوينش الرئيسي بتاع القطر ده. ودي العربيات اللي وراء. العربيات اللي وراء هو ده الايه? الكرنت بتاعنا. والموتور الاساسي ده 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 اللي بيطلع المجهود او هو اللي بيعمل وورك تموف ده تشارجيز. كل ما الورك ده بيكون اكبر ايه اللي يحصل? هيحرك اللي تشارجيز دي ايه? اسرع. يعني معنى كده as واحد يقول لي. طب الريزيستنس هنا فين? الريزيستنس هنا اللي هي الريلوي لو بتحرك عليه او هي كأن مطب قدامنا. فمعنى كده طول ما الريزيستنس عندنا كونستنس هنا اي بروبورشنال مع في يعني الريزيستنس المطب اللي عندنا سابت معنى كده ان كل ما زود الفولتج كل ما الكرنت هيكون اعلى. ولو عملنا ما بين الفي والاي هيكون ايه? بالشكل ده. ولو عملتوا اي مع في هيكون بردو بالشكل ده. طب هنا بتاعنا هيكون مين يا جماعة? في اوفر اي اللي هو مين? اللي هو ار. اما سلوب هنا هيكون مين? اي اوفر في اللي هو وان اوفر ار. يبقى تاني كده الاي والفي داركلي بروبورشنال بالشكل ده. بيجي لي في الامتحان السؤال يعمل لي كده لاين زي كده كده اكتب لي هنا اي وهنا في. يقول لي ارسم الجراف فور الريزيستنس لما يكون عندي الكرنت باسنج سلو كونستنس رزيستر. هيكون شكله عامل زي شباب? هيكون ستريت لاين بالشكل ده سواء او ايه او دام. واضح كده جمعار ليش بين الريزيستنس والكرنت والفولتج هنا ار هي الايه? هي اللي السلوب بتاعنا. اوكي? لكن عندي بقى فيلمنت لام. الفيلمنت لام اللي هي بتكون عاملة كده دي. دي مشكلتها حاجة تانية يا جماعة. دي لما المفروض الكرنت بيعدي جواها بتتوهج. بيتبقى ايه? بتدي ايه? في نفس الوقت. يعني هنا بتحول الالكتريكال انرجي اللي بيحصل. هنا بتزيد. ودي بتأثر على الريزيستنس او دوار. يعني الريزيستنس هي كمان بتزيد. اني لما التمبرتشر بتزيد الريزيستنس هي كمان بتزيد. طب. انا لما حيب برسم مبين الاتنين دول. يعني بالزبط يا جماعة عندي ايه? هنا الكرنت وهنا الفولتج. الكرنت عندي كان zero one two three four five six. نبص الفولتج. في الاول كان zero. هنا في الاول كان one. one امبير محتاج one فولت. اللام ببلاقي تسخن. لقينا مفروض التو امبير محتاجة تخد. لا محتاجة ثري فولت. طيب. الثري امبير محتاجة سيكس فولت. طب الفور محتاجة تن فولت. ايه ده? كل ما بزود شوية بحتاج انرجي اكتر بكتير يعني مش الطبيعي. المفروض في العادي ال one بيحتاج one. والتو بحتاج two. لكن هنا مع اللام بالموضوع مختلف. هنا كل ما اللام بتسخن الريزيستنس بزيد وبتحتاج انرجي اكتر. كأن الريزيست دعت اللام بعملها ايه? بتاعها. بتاعها طول الوقت. فلما اجي ارسم ما بين الفي والاي هيكون شكلها عامل ازاي يا جماعة? هنا المفروض الريزيستنس بتزيد. يعني سلوب بيزيد. ارسم ازاي يا شباب? هيكون ايوة بالشكل ده. زي ما انت عارفش طبعا هنا الفولتج بيزيد اكتر من القرن. بيروح ناحية الايه? الفولتج. ولو انا لو جالي في الامتحان ورسمها لي بالعكس. حطي لي. هنا. الاي عال واي اكسز والفولتج عال اكس اكسز. هيكون شكله عامل ازاي? كورف تووردز ده في. كورف توورد ده في. جميل جدا. يعني لو انا جبت بعد كده كده. كده. وطلب مني ارسم ما بين والفولتج. هيكون ايه? عامل كده هنا وتحت. زيها بالزبط. يعني هنا توورد في وهنا برو تووردز في. لو عملنا كده بالعكس. كتب لي هنا في وهنا اي. ها? شكله عامل ازاي اولاد? كورف ناحية الفي هنا. وبرضو ناحية الفي برضو الناحية التانية. في الكوسشنز لايه اسئلة جاب نفس السيكونز ده. اوكي? يبقى احنا في الصفحة اللي فات. اتكلمنا على هتكون سواء اي في او اي اهو. حتى لو هنا في وهنا اي برضو هتكون يا شباب اما بالنسبة للام وده مشهور جدا جدا الموضوع ده ما بين الاي والفي هيكون دايما سواء فوق او تحت وهنا نفس الفكرة. اوكي? نخلينا برضو مع اللام عشان نشوف برضو بتاع جالي ازاي? اقول لي يا عمر. الراجل جاب لي هنا لام جاب لي هنا ما بين الكورنت والتايم المرة دي. وامر اسمهولي كده. 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 قال لك ليه حصل ده في الكورنت بالنسبة للام. تعرف توصف? اول ما عملت ترن اون للام. ايه اللي حصل للكورنت? كان زيرو بقى وصل لرقم معين. ومجرد ما اللام بيشتغلت ايه اللي حصل بدأ يحصل لها جماعة? قلنا بتبدأ تزيد. فبالتالي هتبدأ تزيد دي يا كمان. وطبعا لو الريزيزنز زيت الريزيزنز هنا مع القرن هنا الفولت جي كونس انت يا جماعة. هنا اللامبة شغالة مثلا بتو هنرد توينتي فولت فهنا الفولت جيماله بالتالي. اول ما الريزيزنز زيت اللي حصل هيبدأ القرن في المرحلة دي. هيبدأ يقل. يبقى الكلام ده اللي حصل فين يا جماعة? في الفيرست هنا ده كده كرنت زاد. اما بعد كده زادت. فالريزيزنز زادت. فالقرنت اصبح بدا يحصله طب ايه بقى اللي حصلنا اولاد اه هنا التمبرتشير بقت بالزبط فكده بقت ايه فالتمبرتشير اصبحت هي كمان سوري فالايه فالقرنت هو كمان بقى ايه بقى يبقى هنا السؤال ده كان جالك مسلا عن ايه او يقول لك احكي لي اللي حصل هتقول له في الاول اده فرس كارنة انكريز مش بي اول درجة افتر دات تمبرتشير اندرزيستنس انكريز سو كارن ديكريز ده السكن بارت تمبرتشير خلاص بقت اللام بخلاص وصلت للماكسموم باربتاها تمبرتشير كونستن فالزيسن كونستن فالقرنت هو كمان بقى ايه بقى كونستن فالي داري ليش مبليل كارنت والايه والتاين معانا جماعة في النوع ده من الكوستن برضو انا فكر انا برجع الاسئلة برضو اللي عندك بس في صورة كده احنا بنتكلم مع بعض هنمر عليها دلوقتي تاني مع بعض بس ايه بنفتكر هي كانت ازاي او ايه العلاقات المفروض اكون اعرفها مين بعد كده عندي لو اتكلمت على طبعا لو عندي مجموعة من بالشكل ده ده بنسمي يا شباب الحيش رحانب plenty اعرفه من قسمة الب surgery اعرف مجموعة من كنفتبرش بنبتر بشعهrail حيش رحانب جماحين من بالتليمه من بربط عمل ونقول 1 over R total equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 ده في الparallel connection وانا special case لو كانوا اتنين بس ممكن نعملها ازاي شباب تقولوا R total equals R1 times R2 times R2 over R1 plus R2 ده لما يكونوا اتنين بس ده كده يعني ايه ده mathematically يعني لكن ما قلتش رول جديد هو نفس رول يبقى بتعمل اه في الparallel بتعملها كده ولو كانوا اتنين بنعملها بالطريقة دي ده لو عندي اكتر من طب هل في فاكتور تانية بتأثر الريزيستر احنا قلنا number of resistors بتأثر في التوتر الكونكشن بتاعزها كان سيريس او بيأثر في التوتر رزيستر وقلنا كمان بتأثر معانا في هو في كل الحالات بتأثر بالمنزر ده لا لما كلمنا على قلنا يا ولاد قلنا لما بتزيد هي كمان بتزيد لكن في حاجات تانية لما بتزيد بتقل مين ده يا ولاد برافو عليكم الثرميستر الثرميستر ده عشان برضو لو كنا نسيناه كان هو عبارة عن سيمي كونداكتر ماتيري معمول من السيليكون السيليكون بيعمل فور بونس في الأوتر انرجي لابل عشان عنده قصدي فور إلكترون في الأوتر انرجي لابل فبيعمل فور بونس بالتالي لو كارنت جي عدي منه بالشكل ده there is no free إلكترون بالتالي الكارنتين هيكون بكام بزيرو لكن لو أنا زودت التمبريتشر على الماتيريال دي هيبدأ يحصل بريك داون لبعض البونس بالتالي هيكون عندنا free moving وطبعا لو إلكترون زادت هيحصل الكارنت هنا can pass in the other side يبقى هنا الفكرة في الثرميستر انه هو سيمي كونداكتر as temperature increases resistance decreases ده فاكتور تاني مريتش علاقة باللام يعني اللام بده موضوع ده متل عادي أو وير عادي أما الثرميستر ده special case عشان هو يا جماعة semi conductor تانيستي falling on it increases الريزيستنس بتاعته يبقى ده برضو هنا التمبريتشر أنرجي بتكسر البونس هنا برضو الليت أنرجي بيكسر البونس دايما نفكر في الاتنين دول انهما سيمي كونداكتر مش متل عادي عشانو انت بتحل بتاعتك ما تتلخبطش أوكي كمان حاجة أخيرة بالنسبة للريزيسترز الريزيسترز يا جماعة بتعتمد على اللنث وبتعتمد على الاريا يعني عندك وير بالشكل ده وير تاني بالشكل ده الاتنين عندهم نفس الاريا تقريبا هنا الاريا هنا the same لكن اللنث التاني أكبر من اللنس الأول يبقى مين عنده الريزيستنس أكبر يا جماعة اول واحد اول واحد اللي هو اروان احنا عندنا الريزيستنس بورو بورشنال مع اللذ يعني لا لا يبقى يبقى هنا ارتو جريتر ذان اروان صح ليه انا نسيت بس اعتبر دي او مطبات كده في الطريق والتاني عد كده المطبات اللي في اه هنا كل ما يكون أطول كل ما يكون البريرز أكتر يعني معنى كده الريزيستنس هنا بورو بورشنال مع اللنث اوكي طب بالنسبة للاريا بقى يا ولاد عندك وير الأولاني بالشكل ده والتاني عدو في الطول بس أطخن منه شويتين برضو هنا اروان وهنا ايه ارتو انا عرف يا جماعة هنا طبعا اتنين سيم لانس ايه علاقة الريزيستنس بالاريا يا ولاد يبقى هنا الريزيستنس انفرسلي بورورشن تو ايه تو دي اريا تمام يعني معنى كده نطلع من الموضوع ده بايه ان هنا هنا اريا اكبر في الريزيستنس اقل يبقى هنا ار تو لس زن ار ون يبقى لو جيت اكتبها بساعة ممكن يا جماعة ازا قلتلكوا حاجة مهمة في اخر كام حسة كلامنا فيها قلتلك ان الامتحان بتاع كامبرج بدأ يقرب كتير من الامتحان بتاع ايدكسل والعكس يعني امتحانات كامبرج و ايدكسل بيقربوا كتير من بعض في اسئلة عمرها ما جات في كامبرج جات في السنة دي وجابها منين من اسئلة عندكم من اسئلة من 2010 و2012 وهتلاقي عندك نفس الكلام اسئلة ما جاتش عندك قبل كده هتلاقي بدأت تيجي في احدث امتحانات فبالتالي انا الطلب اللي خلصت معهم المنهج في امتحانات كامبرج خلصت الامتحانات كلها حتى الحمد لله عشان ما كانوا بدقين من بادري قوي خلصوا المنهج وحاليا دلوقتي بنحل امتحانات إيركسل خلصنا امتحاناتنا كلها لأ قلني الامتحانات قريبة جدا من بعد بس طريت عرض السؤال مختلفة شوية فبرضو بعد ما نخلص المنهج ونحل امتحاناتنا كاملة هديك برضو بعض أمثلة للامتحانات الحديثة بس في امتحانات كيمبرج عشان تشوف ايه اللي ممكن يغيره معك لأنه بدأ يقرب كتير في الأسئلة فأنت هنا عندك مثلا الريزيستنس وعلاقتها باللينس هتقولي ايه لو جاء نكتب الائكوشن دي R1 over R2 equals L1 over L2 صح يعني لك الوارد الأولين الريزيستنس بتاعته 5 اوم واللينس بتاعه كان 3 ميتر طب الوارد التاني الريزيستنس بتاعه 6 ميتر يبقى الريزيستنس بتاعته كان هنا الريزيستنس دابلد صح يبقى الريزيستنس اوتوماتيك عشان هما دايكوشن يبقى كام دابلد يبقى كام 10 اوم صعب كده لو قال لي ما اسأله بالمنظر ده نفس الكلام بالنسبة الاريا هني بقى R1 over R2 equals المرة دي اكتب A2 over A1 ليه ان الاريا نفس الفكرة دي هنا 5 اوم وهنا الاريا الأولى كانت 3 والاريا التانية أصبحت 6 يبقى الريزيستنس تانية كام يا جماعة هنا الريزيستنس هنا الاريا دابلد يبقى اكيد الريزيستنس ايه half صح يبقى كام 2.5 ايه اوم ايش معنى لان الريزيستنس والاريا inversely برضو لو قال لك قوشن بالمنظر ده هل ده كده صعب يا جماعة اتعامل معاه لا في كامبرج بقى بيدخل اللانس والاريا مع بعض الاتنين في سؤال واحد وهبقى امر عليه مرة بس قدام شوية اجيب لك سؤال بيعمل جوينيق بين الموضوعات مع بعض ايه ديكسل حتى الان بيماشي ايه بيجيب لك دي ويجيب لك دي لكن ما بعملش ما بين الاتنين مع بعض واضح يبقى هنا الريزيستنس والل واللنث والاريا ده بيكون الدياجرام بتاعها اوكي يعني معنى كده لو انا حبيت اجيب وير عنده ريزيستنس عالية جدا اجيب ايه وير عامل ازاي اه long and a and thin صح لكن عايز اجيب وير تاني عنده ريزيستنس اولا يكون شكله هيكون ايه اه يكون ايه وسلك ايه تخين وقصير بالمنظر ده صح يبقى ده كده ده high resistance ده ايه low resistance طيب تعال نرسم جراف بقى ده السؤال اللي جالك عندك في الاسئلة بتاعتك بالشكل ده اعمل لك هنا اي مع في وهنا برضو اي مع في وامراسم كده رسمتين وبيقول لك اختار يا ترى دي المين ودي المين الرسمة الاولى عملها لك كده والتانية عملها لك كده graph number one لمين وgraph number two لمين دي الاسئلة اللي عندك ايه رأيك number one اه اول صورة graph number one الواير number one اصدق اه وغراف number two الواير number two اه طيب ده رأي محمد رأي البقى ايه جماعة هل محمد كلامه صح والله غلط بسرعة جماعة فضل ديتين عرولي هل كلامه صح والله غلط محمد ايه تاني محمد بيقول ان graph number one لوير number one وغراف number two لوير number two هل الكلام صح والله غلط وليه ام صح طيب ليه صح هنا slope بالنسبة لنا هو r صح وهنا برضو slope بالنسبة لنا هو r مش كده مين هنا مور ستيبر طبعا هنتفقنا ان r1 كبيرة و r2 صغيرة مش اللاين ده مور ستيبر than this one مادا مور ستيبر يعني معنا كده هنا ال r كبيرة جدا مشان هنا ايه اللاين هنا مور ستيبر اما هنا ال r هنا ايه صغيرة عشان line هنا لا ستيبر اوكي اوه يعني ايه اللي هو number one دي number one يدو مثل wire اللي عنده ايه high resistance يعني لو انا جادة رسمت كده مثلا رسمة كده بالمنظر ده امتعملك كده واحد اتنين وسميت وسميت الوارد الاولاني ايه وسميت التاني بي وهنا في وهنا اي السؤال مين حط هنا مين ايه ومين بي مش بي هنا مور ستيبر يعني يعني الوارد بالنسبة لنا ده هيبقى بي وده هيبقى بالنسبة لنا ايه صح يبقى line بتاعنا لما يكون ال graph بتاعنا high steeper بالشكل ده يعني ناحية يعني عنده اللي هو يبقى مين اما التاني عنده يبقى لا تحت وضحت كده فكرة يبقى كده كده ناخد بس ايه نخرج وندخل تاني ونكمل مع بعض نشوف شوية اسئلة على الكلام ده نخرج تاني على نفس اللينك